اهلا بحضراتكم من جديد فاكرين من حوالي اسبوع 10 ايام كده كنا قلنا لحضراتكم ان في اتجاه لدى الاتحاد الدولي فيفا لاجراء مرسم قرعة النسخة الاولى من مونديال الاندية في الولايات المتحدة الامريكية يوم 5 ديسمبر انا عايز اعلكم في الفاصل ومنذ دقائق قليلة جدا الاتحاد الدولي النشر رسميا عبر موقع الالكتروني ما اعلناه هنا في برنامج الترين وتحدد رسميا اقامة مراصم قرعة النسخة الاولى من مونديال الاندية في الولايات المتحدة الامريكية بمشاركة 32 نادي يوم 5 ديسمبر القرعة باذن الله هتتعمل الساعة السبعة بالتوقيت المحلي في اوروبا يعني بنتكلم ساعتها على فرق التوقيت يعني هنحسبها معاكم احنا شغالين في الحلقة عشان فرق التوقيت توقيت جرينيرشو وتوقيت اوروبا مع التوقيت المحلي هنعرفها ونقول لكم بالضبط توقيتها بقى الساعة كان بالتوقيت المحلي في القاهرة ولكن القرعة هتكون باذن الله الساعة وحدة الظهر بالتوقيت المحلي في الولايات المتحدة الامريكية وحدة الظهر في التوقيت المحلي في الولايات المتحدة الامريكية اعتقد هتكون الساعة سبعة مساء بتوقيت القاهرة يا سبعة يا تماني هأكد معكم لان لسه الايميل جاي حالا دلوقتي من الاتحاد الدولي باجراء مراصم القرعة يوم 5 ديسمبر كما اعلننا من قبل وهتكون القرعة حوالي الساعة سبعة مساء على بتوقيت القاهرة والقرعة زي ما انتم عارفين هتكون موجودة أو هتتعمل تحديدا في مدينة أولاية نيامي هي اللي هتستضيف هذه القرعة بإذن الله يوم الخميس خمسة ديسمبر وهنشوف بقى وقتها التصنيف والفرق اللي هتشارك معنا في هذه البطولة طبعا لسه متبقي فريق من الـ 32 لسه لم يتحدد رسميا في انتظار نتيجة مباراة أتليت كومينيرو البرازيلي مع بتوفيجو البرازيلي هتتلاعب بإذن الله يوم 30 نوفمبر في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس طبعا كنا عارفين ان الملاعب في 12 ملعب هيستضيف مباراة البطولة ولكن ده كان خبر مهم جدا لازم أبدأ به هذه الفقرة لأنه ده تأكيدا لانفراد برنامج التريند منذ حوالي اسبوع 10 أيام ان القرعة يوم خمسة 12 ودلوقتي الفيفا أعلنها بشكل رسم